هي صور مهربة من دورة المياه بابتدائية شهيد قاسمي الحاج بحاس بحبح والتي تعيش وضعا كارثيا أجبر أولياء التلاميذ على الاحتجاج أمام هذه المؤسسة للمطالبة بتوفير الظروف اللازمة لتمدرس أبنائهم طالبتنا ترميم المراحض، الماء الصالح للشرب للتلاميذ، تهيئة الفناء نطالب تهيئة مدرسة من شيئين اثنين لا ثلثة لهم اللي هي نظافة محيط المدرسة وفناء المدرسة وتهيئة المراحض لا أبواب ولا ماء نحن أولياء التلاميذ مدرسة قاسمي الحاج الوعود الكاذبة لرئيس المسجد الشعب البلدي جانا عامل أول ولول عامل أول قالنا نخدمين دراسة ونخدمها لكم ونخدمها لنش وععدنا الوثائق، كتبنا له والمصار التقنية خدمتها، مزال هو موش خدمته نحوز المراحض لهم وضعية كارثية لا تصلح البشر التلاميذ بدورهم شاركوا أولياءهم في هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أن رفعوا معهم جملة من المطالب ومن بينها الإطعام نريد تصلاح المرحض والتزين فينا والمطاعم ليس يوجد عندنا ناقصنا مطاعم، ناقصنا الساحة من حار ومطاعم وضعية هذه المدرسة لا تختلف كثيرا عن بعض المدارس الأخرى والتي صار فيها التلميذ ضحية تقاضف المسؤوليات بين البلدية ومديرية تربية ترجمة نانسي قنقر